طالب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن بوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة وأكد أن المستشفيات في غزة باتت الهدف الأولى لإسرائيل أصبحت المستشفيات الهدف الأولى لإسرائيل فهي تتعرض للحصار إلى جانب محيط هذه المستشفيات الذي يتعرض أيضا للقصف ما هي الرسالة التي نوجهها إلى مجلس الأمن؟ أوقف المجازر لابد لنا أن نتحرك لوقف هذه المجازر ما الذي سيتذكره هذا الجيل في غزة؟ سيتذكر الأهوال والمجازر والشاحنات التي تحمل الجثث والآمال المبددة